بسم الله الرحمن الرحيم عزيزة الله بكلية العلوم قسم الأحياء في جامعة الملك خالد التحية طيبة وبعد نكلم في الحبليات الكورداتة والنهاردة نكلم في طائفة الأسماك الغضروفية مثلنا دوكفيش أو سيلوريناس كانيكولا نكلم النهاردة في الجهاز الدوري الجهاز الدوري يوجد القلب والقلب محاط بغشاء الطمور بريكارديو مثل البتروميزون لكن البتروميزون كان الألب عبارة عن ثلاث حجرات هنا الألب عبارة عن أربع حجرات عند الجيب وريدي ساناس فينسوس رقيق القدران وبعد ذلك في البطين الفنتريكل وده سميك القدران والقلب الحقيقي بعد ذلك في المخروط الشرياني اللي هو الكونس كان في البتروميزون كان في بلبس أرتريوزوس وأن البصيلة الشريانية لا يتعد حجرة من حجرات القلب عشان كده القلب كان ثلاث حجرات في البتروميزون لكن هنا أربع حجرات لأن مخروط الشرياني جزء من أجزاء القلب يتصل الجيب الوريدي بالأزين بفتحة جايبية أزينية طبعا يبقى بينها ومن بعض صمام أزيني طيب بعد كده يتصل الأزين بالبطين برضو فتحة أزينية بطينية برضو بينهم الصمام طيب المخروط الشرياني بها صفين من الصمامات الأمامي والخلفي كل منها ثلاث سمامات هلالية بالشكل طيب الصمامات صمامات القلب عليها كلام طبعا كتير الصمامات القلب أحادية لاتجاهه أي صمام موجود ببقى صمام أحادي لاتجاه يعني يجعل ده ما مر افتجاه واحد لما فقط ده شكل بوضح لك القلب وده غشاء الطمور اللي هو بحيط به الأول عندك واحد اثنين ثلاث أرباح وقراط عكس الإيه اللي كان موجود في الدوك فيش عكس موجود في البترومايزون الدوك فيش هنا الوقت عندك هنا الجيب الوريدي بعد كده في الأوريكل بعد الأوريكل طبعا يبقى فيه الفنتركل بعد كده فيه البالباس أرتريوزوس الكونس أرتريوزوس الكونس أرتريوزوس اللي هو المخروط الشرياني البالباس أرتريوزوس كان بيبقى في الخارج كده في البترومايزون لكن هنا داخل القلب محض بشيء الطمور هو جزء من أجزاء القلب ما بين الجيب الوريدي والأزين هتلاقي فيه الصمام اللي هو الفتحة جنبية أو أزينية جانبية يعني أو جيبية أزينية ما بين الأزين وما بين البطين برضو نفس الكلام يبقى فيه الصمام هنا الصمام الأزيني البطيني يبقى هنا فيه صمام أزيني جيب أزيني وهنا صمام أزيني بطيني طيب ما بين بقى البطين بعد البطين شوف هنا أقدر البطين هنا السميك إزاي بعد ما بين البطين وما بين اللي هو المخروط الشرياني يبقى فيه صفين عم من الصمام تصمام هنا نوعه هلالية الشكل بسمه السميلونر فالوز طيب بالنسبة بقى لده القلب ندخل بقى على الجهاز الشرياني وبعدنا كده على الجهاز الوريدي Arterial System من القلب يطلع الأبهر البطني والأبهر البطني ده بيدي خمس شريان خيشومية وريدة على كل جانبي على كل جانب من يعني يعني فيه الأبهر البطن على ناحية البطنية يطلع على كل جانب منه فرع كده اسمه شريان خيشومية وعدهم كام؟ خمس شريان خيشومية وردة المين؟ ليس ما وردة لانها ترد الى إيه؟ الى الخيشوم طيب تحمل طبعا دم غير مؤكسج يروح للخيشوم علشان يحصل عملية تبات غازاته ويصبح دم مؤكسج عندك شريان خيشوم من رقم واحد واثنين تتفرع من الشريانات اللي هي عديمة الإيه؟ الاسم طيب بعد كده يتجمع الدم المؤكسج في تسع أوعية خيشومية صادرة يبقى احنا دخلنا الخمس أوعية خيشومية على كل جانب يعني اعتبر عشرة وبعد كده الدم الموجود ده هيتجمع عن طريق تسع أوعية خيشومية صادرة أربع أزواج تتحلق تبقى هذه الحلقة هو من واحد لحد أربعة الخمس عبارة عن شريان مفرد بس اللي هو شريان رقم خمسة يمر حول الحفة الأمامية للخيشوم رقم خمسة يفتح في الحلقة الخيشومية للجيب الخيشومي الرابع عندنا أربعة على شكل حلقة الخمس اللي بيفتح فيهم في الرابع بتاعه وطوعة الأوعية الخيشومية صادرة شرايين فوق خيشومية يطلع من الحلقات دي الشرايين فوق خيشومية تتحد مع بعضها عشان تدي الأبهر الزهري يتفرع منه شرايين عديدة تحمل طبعا دم واكسز مثل الشريان تحت القوة اللي هو بيروح لزعونفة صدرية وشرايين كلوية وشرايين حرقوفية للزعونفة الحوضية والحزام الحوضي ويمتد الأبهر الزهري للخلف على شريان ذيلي ويمتد للأمام عن طريق الشريان السبع الرسمة طبعا أي برضو دي ما توضح لك والرسمة الثانية أكثر وضوحا ده عندك الألبة الألبة طبعا فيه بيجيلوا الدم عن طريق اللي هو القناتين من كوفريان من عكس أنه كان فيه قناة واحدة بس فيه البتروميزون ده اللي هو الجيب الوريد وبعدين الأزين وبعدين البطين وبعدين كونس أردولووس كونس أردولووس يطلع منه الأبهر البطني أبهر البطني يطلع منه واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هو الشريين هو الأوعية الخيشومية الأوعية الخيشومية الأولاني ده اسمه شريان أي عديم الاسم سوف يSer synchronous أعلم فى الأيان فى ذلك قناة ممهاجم ثم صحة نعم ممهاجم اعلم السابق اللي هو لها وعاء الخشومي الوارد الاول ده اللي هو بسمه عديمي الايه عديمي الاسم بعد كده يبقى عندك كده وصل الدم لمنطقة الخيشوم هيبدأ فيه عملية تبادل وغازات يتحمل بالوكسجين بعد كده تطلع الدم من الخيشوم عن طريق الخمس ايه خمس ايه او عاء خشومية صادر الاولان والتاني والتالت والرابع دول عبارة عن حلقة بالشكل ده حلقة والخامس ايه او زي ما انت شايف عبارة عن ايه واحد مفرد بيصب الدم بتاعه في الرابع ده طيب بعد كده يطلع الدم من منطقة دي كده عن طريق اللي قلنا علهم ايه اللي هو اللعاعي الخيشوم الصادر عندك خمس او عاء خشومية صادر لو جيت اعدهم ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هيتجمعهم مع بعض زي ما كنا بالقول ده هيتجمعهم مع بعض كده فوق عن طريق ايه الشريين اللي هي ايه فوق خيشومية عددهم واحد اتنين تلاتة اربعة هيتجمعهم مع بعض كده طبعا هنا اربعة و هناك و في الجانب الاخر ايه اربعة هيتجمعهم مع بعض كده وديك الابعر الزهري الابعر الزهري ينتد الامام بغزي الدم طبعا في المنطقة الرئاسية بشريان السباتي بعد كده ينتد للخلف وغزي الدم بالدم المواكسج في عندك الشريان تحت الترقوة للمحزام الصادر والزعنافة الصادرية بعد كده في الشريان الكلوية طبعا تغزي الكلة وفي الشريان الحرقوفي بغزي منطقة الحزام الحوضي وزعنافة الحوضية و ينتهي طبعا ايه بانه يدخل ايه الزهيل بالشريان الزهيل ده باختصار الجهاز الشريان الجهاز الوريدي في الدوك فيش نبدأ بقى نجمع الدم نجمع الدم من كل انحاء الجسم و الدم تنتفخ الوريدة وتديك حاجة اسمها جيوب الايه الوريدية فانت عندك في منطقة الرأس بيرجع الدم بواسط ايه بواسط جبين الجيب الرئيسي الامامي هو اللي عندنا بسموه اللي هو الوريد الاجواف الامام ووريد الاجواف الخالفي هنا بسموه جيب رئيسي امامي وفيه جيب رئيسي خالفي عن طريق المنطقة الامامية عن طريق في المنطقة الزهرية يرجع الدم من منطقة الرأس عن طريق ال Burr الرئيسين الأمامين آمان وآيصر نتجمع الدم بالمنطقة الجزع في جيبين رئيسين خلفيين يبقى الدم منطقة الرأس عن طريق جيبين رئيسيين آمامين آمان وآيصر ومنطقة الجزع عن طريق جيبين رئيسيين خلفيين تتهدنا القيوم issية الأمامين القائمة على كل جانب وعندما تدرك دفئة مختلفة يم duranteath am państw يمنى ويسرة وهو فتحاني في الجيب الوريدي كانت قناة واحدة بس في البدرماز نوم بهذه القطةhe طيب بعد كده اه اه اتجمع الدم وكله وصل لي الجيب الوريدي عن طريق غنتين كوبيتين فيه عندك كمان جهازين اه وريديين بابيين ده الجهاز الوريد الأصيل اما ده جهاز الوريدي البابي ورد جهاز اللي وريدي البابي اه عندك الكلوي وعندك الايه الكبدي اه هنشوفه مع الرسم الوقتي يتجمع الدم منطقة الذيل عن طريق طبعا وريد ذيلي يمر هو الشريان الذрий في القوس الدم اللي حافرناه للفاقرات الذيلية الوقت الدم ومنطقة الرأس هرجع عن طريق ايه عن طريق الجيب الرئيسي الامام Ashley هو الجيب الرئيس الامامي الايه الايمن يبين عندي هنا واحد ايمن واندي هنا ادوةده واندي هنا واحد ايه ايسر طيب الطيب قالتال منطقة الجهاز الدم هرجع بايه عن طريق الجيب الرئيس買 ايسروجاي الخلفي الايمن. طيب. الجيوب دي بتجمع الدم منطقة الرأس ومنطقة الجزعة. منطقة الجزعة هتلاقي فيها الوريد تحت ترقوة. بيصب الدم هنا. وهنا برضو هتلاقي الوريد تحت الحرقوفي اللي بيصب الدم او بيجمع الدم من منطقة الحزام الحوضي وزعنفة الحوضية الدم تصب وتجمع وبدأ يتصب ويرجع فين في القناة الكوفيرين اليمنى واليسرى عشان يتصب فين في الجيب الوريد. طيب الدم المنطقة بموجود في منطقة الجزعة ده كان راجع منين جاي من الثيل. يبقى عندي هنا التيل او. الثيل هيبقى يرجع منه الدم ازاي عن طريق الايه الوريد الثيل. الوريد الثيل ده بتفرع فرعين. فرع بروح للكيلة المين والايه او اليسرى واليمنى. طيب احنا فيه قولنا تلمة الدم هيبقى من نسيج لنسيج يبقى ده على طول هيبقى وريد ايه? وريد بابي. طب ده لو راح للكيلة يبقى اسمه ايه? وريد كلوي بابي. خلاص? طب لو هو راح من الامعاء راح للكبد يبقى من نسيج لنسيج برضه لكن راح للكبد يبقى اسمه ايه? وريد كبدي بابي. بانا عندي الوقت دورة دم هوية كبدية بابية وعندي دورة كلوية بابية. كلوية طبعا يبقى فيها الكلة والكبدية يبقى فيها الكبد. نشوف الاول الكلوية. اتجمع الدم من نطقة الذيل فلازم يحصلوا وعملية ايه? اه كليننج يعني تنظيف وبالتالي لازم يروح لمين? ليه كلا? يبقى يروح عن طريق ايه? الوريد الكلوي البابي. يعني يتصب فين? فيه الكلا. بعد كده يطلع منه عن طريق الوريد الكلوي. ليه هنا قلت الكلوي? لان دم ما يطلع كده منه ويصب يروح للهارت. لما راح من نسيج ليه القلب يبقى ده على طول اه وريد عادي. فهو راح للايه? اه جاي من الايه? من الكلة? لو اطرع من كده يبقى ده اسمه وريد وريد كلوي. يبقى انا قلت هنا وريد كولهو بس? الان الدم ما ير港 مبقى للايه الكلة بس عitzerه. لكن لو راح من نسيج للنسيج لveda. ده وريد كولهي بابي. لانه وجهى من مين? جاي من الذيل؟ وريح ليه الكلى. ليه يروح للكلة يبقىrel kills بابي من الكلة للقلب يبقى وريد كلوي. ده بالشكل ده بديه وريد كولوهي. ليه قلت هنا وريد كولهو بابي? لانه جاي من نسيج الزيل. ليه انا قلنا قلت وريد كلاوي اصيق يعني وريد بس كده وريد كلاوي بس عشان ايه وطبعا رجع الدم الاصله اللي هو جاي منين من القلب بالنسبة برضو للجهاز الكلاوي الكابد البابي الدم اضنتص من الامعاء ولازم الدم يمر للكابد عشان الكابد يعمله مونيترينج كده ويضب اضبط في الكابد محتوى الكابد ويش ينواد السامة مش عارف ايه طيب ايه بقى يروح من النسيج الامعاء لنسيج الكابد يبقى من نسيج لنسيج يبقى ده على طول ايه وريد بابي ورح الكابد يبقى وريد كبدي بابي بعد عملية التنزيل في الكابد الكابد دي يطلع الدم وبعد كده وصباعة فين في الوريد الكلاوي عن طريق برضو وريدين كبديينهم يبقى اسمه وريد كبدي وريد الكبدي هنا وريد كبدي لانه من الكبدي القلب هنا من الامعاء للكبدي بقى اسمه وريد كبدي بابي وريد الدورة الدموية الكبديية التاني بقى عندك وريد دورة كلوية وعندك دورة كبدي بابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته